موسيقى شابكة فرات بوس تقول انه تم انتشار 13 اثر جسد من مقبرة المعسكر الطلاع جنوب مدينة الرقة كانوا قضوا خلال معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة جرحى مدنيون جراء استهداف قوات النظام المتمركزة في قرية القصابية بصواريخ كورنيت لسيارتين مدنيتين على اطراف بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي اختفاء مدنيين اثنين من ابناء العاصمة دمشق يعملان في قيادة شاحنة احجار اثناء وجودهما داخل محافظة سويدا الدفاع المدني يحصي مقتل اثنين وخمسين شخصا بينهم ثلاثة عشر طفلا وعشر نساء واصابة مائة وثلاثة وثلاثة واربعين شخصا بين الاول والثامن من شهر تموز الجاري الجهة الوطنية للتحرير توقع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام على محوري القصابية وكفرهود في ريف حماس شمالي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقول ان التحضيرات متواصلة لشحن منظومة اس اربعمائة الروسية الى تركيا ويشدد على ان تحديد اماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الاركان التركية ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية لتسجل خمسمائة واثنين وثمانين ليرة مقابل الدولار وستمائة واربعين وخمسين امام اليورو ومئة وليرتين امام الليرة التركية اشتركوا في القناة